اشتركوا في القناة مرة في تقديم المساندة والدعم لهذا المؤتمر لكونه يصلط الضوء على نظام الاحتضان وتسريع الاعمال محليا وخليجيا وعربيا وعبر مبادرة منه لتبادل الخبرات والاطلاع على افضل الممارسات بين الدول المشاركة لتنمية قطاع ريادة الاعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدليل العوائق امامها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة واكد الزياني انه لا طالما شرعت مملكة البحرين الى اتخاذ سياسات لتعزيز النمو الاقتصادي لتحقيق الاهداف السامية للرؤية الاقتصادية 2030 حيث تصب الوزارة جهودها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتنمية قطاع ريادة الاعمال وتسهيل بيئة الاعمال الداعمة والمشجعة لرواد الاعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة هذا ويأتي المؤتمر بتنظيم من جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبشراكة مع صندوق العام التمكين وبالتعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية في مملكة البحرين التي جاءت مشاركتها كضيف شرف لهذا العام بالإضافة الى مشاركة 36 متحدثا يمثلون كل من المملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وجمهورية مصر طبعا اليوم نفتتح المؤتمر الخليجي السنوي الثالث لمسرعات وحضرات الاعمال هذا المؤتمر يقام بشكل سنوي تحت رعاية وزير التجارة والصناعة السيد زايد الزياني وتحت إشراف جمعية البحرين لتنمية المساسات الصغيرة والمتوسطة وبالشراكة مع تمكين طبعا مثل ما عودناكم كل سنة هالسنة احنا طبعا عندنا إجراءات استثنائية بسبب وجود جاعة الكورونا فبيكون المشاركين من دول مجلس التعاون اللي هي عمان والكويت والسعودية والإمارات وجمهورية مصر كأول ما رأي تشارك معانا بيكونون عن طريق برنامج الزوم بسبب هذه الاحترازات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة